السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير مساء الخير كل سلامهم طيبين أتمنى أن يكون يومكم سعيد النهاردة كباق الأيام نحن الأيام دي حصلة عندنا في بريطانيا ظاهرة غريبة جدا ومش جديدة اللي هي الشغب الحادث في مدن كثيرة جدا في بريطانيا علشان معلومة خاطئة ترعت في الإعلام أن فيه ثلاث بنات دخل عليهم شاب صغير وقتلهم وعلى طول يتقال أنه هو مسلم وقامت الدنيا ولم تقعد إلى يومنا هذا طبعا الشغب موجود في بريطانيا من زمان جدا حصل بعض الزواهر الشغب دي أنا شفتها في مكوثي في بريطانيا في ال40-50 سنة اللي فاتت في مثلا في رياضة كان فيه ماتش كورا في حد اسمها هيلسبرا ومات فيها تسعة وسبع سبعة وتسعين مشجع في أيام اللي هو البركستون اللي هو الرئيس بتاع بريكستون وده كان سنة 1880 مستمر لمدة سنة عمال مناجم لما وقفوا قدام حكومة نيسل ستتشر كذلك في سنة 84 ويعني كل يوم نشوف شغب 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 بيحصل في بلاد أوروبية وغيرها لكن على مستوى العالم نجد مثلا العنصرية لو احنا بوصينا رحنا في سريلانكا في 2018 هنجد ان الناس اللي هم الغير المسلمين قتلوا وحرقوا بيوت المسلمين في سريلانكا في الهند في أماكن مختلفة أيام حكومة مودي أو إلى يومنا هذا برضك بيحصل هذا الموضوع يعني إلى يومنا هذا يعني كتير جدا بنشوف الأمور دي كلها حصلة سواء كان دي بنسميها لها أسباب القارقية أو أسباب إثنية أسباب اقتصادية أو أسباب كل أسباب لها أسباب أو أسباب إعلامية مثلا في بريطانيا في بعض الإعلاميين وبعض السياسيين كان لهم دور كبير جدا فيه أنهم يعني يبدأوا مثل هذه الظاهرة السيئة العنصرية يعني أنهم يثيروا الشغب أو يثيروا الحفيظة ضد المسلمين دي بعض التصريحات اللي كان بتتكلم عنها وزير الداخلية البريطانية في حكومة المحافظين اللي انتهى عصرها من شهر تقريبا وكذلك بعض السياسيين اللي خرجوا على التليفزيونات يتكلموا نفس الكلام السيئ ده أو بعض الإعلاميين حتى واحد زي إيه اللي بيملك محطة أكسي دي اللي هو اسمه ألن ماسك ده برضك صرح تصريحات ويقال برضك إن المرشح الجمهوري صرح بعض تصريحات حتى البنت اللي بتلعب الجزائرية اللي بتلعب في الأولمبياد اتهموها ظلما وزورا إنها راجل إلى أخير فكل هذه الأشياء بيكون وراها أسباب كتيرة جدا الإعلام سعب بيتبنى قضية ضد الإسلام السياسيين بيتبنى قضية ضد الإسلام بعضنا احنا والأسف يعني من أتوا من الدول العربية لبريطانيا في عشر سنوات 24 سنوات علشان يحذروا الدول الغربية مما يقال في المساجد تخيالوا إن بعض المسلمين أيضا جم هنا يحذروا الناس من ما يقال في المساجد ظلما وظورا ومتانا فنجد إن الأسباب كتيرة جدا من الاقتصادين مثلا في بعض المناطق يعني متخيل جدا إن المنطقة اللي فيها اللي خرج منها هؤلاء الناس علشان يعملوا الشغب ويقول يعتدوا عن المساجد ويعتدوا عن المحلات الأخيرة مناطق فائلة جدا أساس المشكلة عندهم إن الخدمات الاجتماعية مش موجودة عندهم أحد يدين الخدمات الاجتماعية اللي هو تقليل العدد اللي هو رجال البوليس في الشوارع وده سياسة اتخذتها حكومة المحافظين اللي من سنوات يعني عما ننظر لمسا هذا الأمر نجد ما فيش شيء واحد هو أساس أو هو سبب ووحيد لحصل الحصول اللي هو الصدمات أو العنصرية قد يكون فيه ناس عنصرين كتير جدا ربنا ظهرت الإسلاموفوبيا انتشر بطريقة غير عادية انتشر ببعض سخوط الدولة العثمانية في العشرينية القرن الماضي ثم بعد اعتلاء بعض العسكريين أو نظام عسكرية في الخمسنات للدول العربية ثم استهزاء هذه الحكومات العسكرية والأمنية بالشخصية الدينية فإذا كانت الدول اللي هي تعتبر دول إسلامية تستهزئ بالدين وبالعالم المسلم فمن بالك الدول الغير الإسلامية فبدأت كرة التلج تكبر من منتصف الخمسنات إلى يومنا هذه إلى أن أتى بعض المسؤولين من بعض الدول العربية يحذروا المسؤولين في أوروبا وأمريكا من الإسلام والمسلمين في المساجد فلما ننزل لزهرت الإسلاموفوبيا وننزل لما يفعله هؤلاء الناس المتطرفين للعنصرين نجد أننا جزء من المشكلة ونجد أن نكون جزء من الحال فده جزء من الأسباب اللي نتكلم عنها يعني في خلال الستين أو السبعين سنة الماضية فإزاي نتعامل مع نعالج هذه الظاهرة أنا مش حكلم بالتفصيل عما حدث في بريطانيا لا أنا حكلم دلوقتي إحنا كأفراد إزاي نتعامل مع الظاهرة زي كده أول حاجة الفرد مننا يشوف إيه علاقته مع جيرانه كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين أو كانوا إنجليز أو كانوا هنود أو كانوا إلى آخره علاقتنا هل إحنا لدينا علاقة مع جراننا عشان يستطيعون أنهم يقفوا معنا ويساعدونا إلى آخره إن إحنا لابد إحنا شخصيا يكونوا علاقتنا قوية جدا مع المساجب بتاعتنا والكنيسة علشان لو حصل حاجة ضد الكنيسة أو حصل حاجة ضد المسجد أو حصل حاجة ضد المعبد الكل يهب ويقف عشان يدافع عنها ده الدول اللي إحنا نقوم به أنا قلت الأسباب قبل كده هو ولا حصلت دون دخول في التفاصيل ومسلا يقول لك في شاب من الشباب جاء وخرأ أو عمل فرغ أو طعن اللي هو العجلة بتاعت العربية بتاعت التلفزيون بتاعة سكاين نيوز كل تصرفات هوجاء تصرفات هوجاء الأمر الثالث لما يكون في شغب من الحكمة إنك ما تواجهش اللي هم العنصريين دول لأن هم نفسهم إن أنت تعمل مم شهداء من الحكمة إن أنت ترتب البيتك من الداخل تشوف جرانك تشوف المراكز الإسلامية اللي حواليك تشوف الكنيس تشوف البوليس تتصل بالبوليس عشان البوليس ساعدك كيف تتعامل مع مثل هذه الأمور هناك إنك تكون منسق بينك وبين كل هذه هذه الأماكن علشان في النهاية ما يحصلش رسالة دماء مرة أخرى إيه الرسالة اللي احنا نحطها على اللي هو نصات تواصل الاجتماعي عندنا بنحط إيه؟ إيه اللباس اللي حنا نجبسه هل اللباس ده يعتبر يعني من الشيء اللي هو بتقبله المجتمعات أو تستسيغه أو هو منفر للمجتمعات هل الرسالة اللي احنا نحطها على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعنا تعتبر رسالة فيها بناء جسور بناء علاقات كل هذه الأشياء لابد احنا نبص عندنا لأن احنا كما أننا نريد من الآخرين منهم من يكونش عنصريين احنا أيضا منكنش عنصريين وهكذا مصالنا الخليجي هل احنا بذلنا الجهد اننا نعرفنا الناس دول يعني ايه إسلام يعني ايه قيم يعني ايه أخلاق يعني 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 ما بذلناش الجهد فلذلك هما حاسين اننا بعد خمسين سنة أو ستين سنة مننا عشنا في هذه الابلاد احنا منعازلين عنهم وعايشين في حرات مغلقة فكل هذه المأشياء إذا رأينا العنصريين في الشارع فقد يكون عندهم ذريعة يثيرها بعض السياسيين أو الإعلاميين أو الآياد الخفية اللي بتجعلهم يثوروا على المسلمين يعني ايش يعني لحد الوقت وصل لمرحلة معنا لما تحصل اي جريمة في بريطانيا أو في اي حتة في أوروبا يقول يا رب يا رب ما يكونش اللي اللي عملها مسلم واصبحنا احنا متهمين ليه لأن احنا اصبحنا الحيطة الميلة اللي احنا منتكلم معنا ده بالنسبة للأفراد بذلك بالمؤسسات تعمل ايه يعني انت مثلا مسؤول جامع مسؤول جامعية تعمل ايه المؤسسات دي كلها لابد تنفتح على المجتمع اللي بتعيش فيه معناها ايه معناها يكون لك تواصل مع كل المؤسسات واللهيئات سواء كانت حكومية أو غير حكومية عضاء البرلمان البلديات الكنائس المعابد كل هذه الأشياء يكون انت لك لك تواجد معهم لك وجود معهم لك علاقة بيهم دي نمرة واحد نمرة اتنين يكون لك تنسيق مع الدولة الأمنية كمسجد او ككنيسة او كمعبد ايه او اي جامعية يعني مثلا فيه جامعيات زي الجامعية بتاعتنا كنتم انتمي اليها عندنا مباني كبيرة جدا وعندنا مخازن لابد نقول له البوليس تعالوا هنعمل ايه حسن يخشوا وعندنا مخزن فيه يعني عشرات اللي مقات الأطنان من الملابس فتخيل لو حد من الهوليغانز دول او حد من العنصيون دول دعما بس الشوعة لكذا فيه هتبقى حريقة تتأتي على الأخضر واليابس فيه منطقة كبيرة جدا منطقة صناعية فالزي بيكون كنين فيه تنسيق كمؤسسة مع البوليس حيان البوليس يكون متواجد معنا في هذه الأماكن اا نكون عندنا متحدث راسمي واحد مش كل واحد يطلع في التلفزيون مش أي واحد يطلع في التلفزيون ومسكندت نحن بعد لوقت ان المساجد ما بتعرفش تواجه المساجد ما بتعرفش تواجه الإعلام لأن المشايخ والأئمة ما تدربوش كيف واجهوا الإعلام دي مصيبة صودة جدا المصيبة التانية يعني فيه ناس ما زال إلى الآن عندنا ما بيعرفش يتكلمون لغة إنجليزية ولو تكلموا يتكلموا بطريقة يعني ضعيفة جدا ولذلك ما بيستسغمش اللي هو المشاهد الغير مسلم ده الحاجة اللي هي التنصيق كيف نتعام مع كيف نتعام مع الإعلام كيف من يكون المتحدث السياسي بتاعنا كيف نصد البيانات اللي هو البيانات الرسمية بإسمنا لابد يكون لنا موقف ما ينفعش يكون في مسجد أو كنيسة أو معبد إلى آخره فحاجة زي كده ما لديهش موقف واضح كبير جدا وخاصة احنا كمسلمين يعتبرون ما زالوا لأنه وانا بقولها ما زالوا لأننا نعتبرون نحن تبور خامس يعيش داخل الغرب مش داخل الدولة البريطنية والإسلاموفوبيا اللي كل شوية بتكبر وتكبر وتكبر زي كرة التلج اللي بيدعمها كثير جدا من الدول العربية علشان تكره الناس في الإسلام والمسلمين ما زالت هي نمر واحد على الأجند هنا أي شيء ظرت تحصل في البلد يقول المسلمين هم العالم ما يكون لنا أيضا تواصل مع المجتمع نرفع الوعي المجتمع للولاد نحنا يعني مثلا الشاب اللي راح قطع العجل بتاع العربية ده ليه يعني استفدنا احنا ايه شكلنا احنا العام شكله ايه اللي بيكسر مش عارف شكله ايه ليه الحاجات دي ليه عايز تعمل التظاهر اعمل التظاهر بس يعمل التظاهر بحيث انك تعبر فيه عن أخلاقك وعن قيمك وعن دينك لان انت لابس انت مربي لاحية انت ملابس احجاب ليه اشتب ليه ليه اسب الناس ليه اكسر لهم الحاجات ليه اقطع لهم العجل بتاع العربيات الى اخير دواية الناس قبل ما ننشر اي حاجة سواء كان على السوشيال ميديا او سواء كان المنشوب داتنا لابد ان انا رجعها من ناحية قانونية ومن ناحية اللغة ومن ناحية الاسلوب لان اي شيء مكتوب يأخذ عليك كبرهان ودليل علشان يكون ايه في المحكمة ضدك اذا حد اي حاجة يعني يحسبوك فيما بعد المنازل بعد كده هو الرسائل اللي احنا بنوجيها الناس هل احنا بنوجيهم رسائل صدامية 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 رسائل عنصرية ما احنا ممكن برضا كنحنا عنصريين المنازل مثل هذه الأشياء ما هي الرسائل او ما هي ال اثر هذه الرسائل على من يستمعها ومن يراها من الآخرين قلت قبل كده تعريف الناس بعقلاتهم طيب بالنسبة النقطة الأخيرة بعد الشغب نعمل لابد 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 نقدم محديث الشغب إلى القضاء سواء كان إعلامي سواء كان سياسي سواء كان شخصية مرموقة أي حد أي حد لابد أن يقدم للقضاء ويحاسب ويحاكم لا يترك لأن نحن لو تركنا هؤلاء الناس وقلنا خلاص الموضوع انتهي لأخيره يبقى هل يجي الشغل يجي مرة تانية ومرة تاتة وكان عنصرية تزداد وتزداد والإسلام ما فيها تستبد وتزداد لابد لابد أن نطالب بتقديمها للناس للمحاكمة النمرة الاثنين لابد أن لو قبلينا حسنا يعني عملنا أشياء جيدة جدا لابد ندرسها نشوف منجزات عملنا عدم الصدام أظهرنا القيم والعادات والتقاليد بتعدينا بطريقة تعاوننا مع الآخرين أو أخطأنا ببعض لابد نراجعها مش بعد ما ينتهي الشغب وكل واحد يروح لي بيته والموضوع ينتهي لابد نراجع ماذا فعالنا أثناء هذه الأحداث هذه نمرة اثنين لابد نفضل منفتحين على المجتمع يكون بيننا بينهم علاقات بيننا بينهم زيارات بيننا بينهم تحالفات ونعمل ونعمل اقتلافات الاعتفالي عشان تحافظ على الوحدة الوطنية للمجتمع اللي احنا بنعيش فيه اللي بعيش فيه المسلم والمسيحي والهندوسي واليهودي والرستفاريا إلى آخر إلى آخر إلى آخر نابد ان احنا نعرف الناس نستمر في تعريف الناس بهوية نحنا يعني مش ننتهل من الشغب النهاردة وخلص ونقش بلا راح في بيوتها وبا اما كده الناس لسه مش عارفانا ما ان نحن احنا صمر احنا كذا احنا كذا احنا كذا لنا هوية وانا شخصية مكملة للشخصية الوطنية المجتمعات اللي احنا بنعيش فيها دي حاجتنا قولنا احنا الرد لابد لابد نطالب دائما بالمحافظة على مساحة الحريات معناها ايه معناها ما تجيش تعملي قانون طوارئ يمنعني من الكلام فأي قضايا من القضايا زي ما هؤلاء بيكلموا في هذه القضية هؤلاء بيهدم القضايا يعني زي ما الناس بيدفعوا عن شيء معين انا برضك بيدفع عن شيء معين عندي زي ما انت عندك قضية اولية او حرية اسمها قضية في الشرق الاوسط انا عندي برضك قضية اخرى فطالما انا اعطيت الحرية للمجموعة دي لابد ان اعطي الحرية لا نكيل بمكالين ونطالب بان مساحة الحريات دي لابد ان احنا نحافظ عليها للجميع سأكونت انا صاحب الحق او انا المدان دي لا 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 راجعت لنا فيها النقطة الاخيرة المطالبة المطالبة بزيادة قوات الامن في الحكومة السابقة عندنا نوع علشان يقللوا الانفقات الاجتماعية اقللوا اعداد قوات الامن اللي في الشوارع فدلوقتي اصبح يعني مفيش حد موجود في الشوارع لذلك الوزارة الداخلية زورت عدد المطوعين الجدد من رجال الامن ستلاف تخيل مرة ليه لان اصبح الامر خطير جدا لو الامر فلت من ايد البوليس هتبقى البلد كلها فيه اسراعات وفيه مواجهات الى ما شاء الله فلابد نطالب ان يكون يزداد عدد رجال الامن اللي هما بيدفعوا على امن وامان المواطنين اللي موجودة عندنا كل هذه الاشياء اللي بدنا احنا نبصرها لكن لابد ان ندرس سبب كاذه التصرفات العنصرية وانا متأكد احد الاسباب الرئيسية اللي هو نقص الخدمات اللي موجودة في الاحياء الفقيرة اللي بتسحبها الحكومات اللي هذه الاماكن فبتخلي الناس تنفجر في وسط او فوق اي مجموعة هما اعتقدوا انها سبب اصبحت دلوقتي المطرية الكبرى لاي مشكلة في بريطانيا او في الغرب او حتى في الشر او حتى في بلادنا هي الاسلام والمسلمين زي ما انا اتكلمت في الاول على ان حينما اعتلى العسكر سدة الحكم في الخمسينيات في بعض الدول العربية اصبحت شخصية المسلم وشخصية الشيخ وشخصية رجل الدين شخصية مهتلئة واصبح دلوقتي احنا الاصل في اننا جعلنا الغرب وغير الغرب يهين الاسلام فيما بعض في بعض الشيخ برضا متهورين لما بيردوا الاسلام بطريقة سيئة جدا بيعتقدوا ان الاسلام مظهر ومش السلوك لا الاسلام سلوك قبل ما يكون مظهر فلذلك يعني بنأسف للي حصل في بريطانيا في خلال اللي هو الاسبوع الماضي ده وبنتمنى ان الامر يقف وتمنى ان احنا كلنا دور في اعادة بناء الوحدة الوطنية بالتعاون مع كل المؤسسات اللي موجودة في الاحياء بتاعتنا اللي موجودة في المدن بتاعتنا اللي موجودة في الدولة بتاعتنا الى اخري الى اخري واشكركم وجزاكم بالله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته